شمي ايه تاني النهاردة شفته كان مميز في النادي الاهدي انه الاهلي بيلعب واحدة واحدة ده مهم جدا جدا سواء بتلعب مباراة وجمية او مباراة دفاعية لازم تحتفظ وتلتزم بالسيستم اللي الراجل عامله وده اللي الاهلي عاملوا في معظم اوقات المباراة بزي ما قلت لك هم التلات اختراقات اللي حصلوا من الناحى الشمال للرجاء اليمين بتاع النادي الاهلي واللي هم اللقطتين المؤثرين في المباراة التصويب اللي كانت من جواة 18 اللي شاء الله محمد الشناوي من الزوية الدقيقة والكرة التانية اللي اتحسبت راكل الجزاء هم دول الغلطتين بس انما الاهل الطول الوقت قادر يقفل كومباكت قادر يقفل الاجناحة بشكل ممتاز عشان كده بقولك محمد هاني عامل مباراة كبيرة لان لو ديانجي مقدمشوا مباراة كبيرة في الشوط الاول كان ممتاز في الشوط التاني لكن في الشوط الاول فمحمد هاني كان لوحده وكمان ياسر إبراهيم حشان كده بقولك هاني وياسر إبراهيم قفلوا الجابها اليمين وعملوا اكتر من اللي قدروا عليه قصتهم في الشوط التاني ورغم كده الاختراقين الوحيدين اللي حصل واحد راكلة الجزاء اللي خلينا اقولك هي راكلة الجزاء حصلت ليه مش بس ازاي تم تفضية الناحية اللي مين ودي كانت اللعيب او الغلطة اللي غلطها ليه راكلة الجزاء حصلت النهاردة للنادي الاهل خلينا لما الصور تجاز بتاعة راكلة الجزاء من اولها خالص اكاري هاتوا جماعة صورة راكلة الجزاء الكورة في وسط الملعب الناس كلها انت لما تيجي بص الناس دايما بيبص على لقتها الاخيرة انه ديانج حط رجله مع الراجل بص الكورة فين بص الكورة وتجمعة الرجاء اولا الغلطة الاولانية الراجل رجئ اهولو بستلم في وسط الملعب لوحده هنا مستني ديانج ومستني تاور يحين يعملو الضبلاب على المدافع وسيبين وفضين وسط الملعب خالص هات الفريم اللي بعده هتلاقي يجي اهولو بيستلم بتتحط هنا بكمل الفريم اللي بعده اسرع هتلاقي الراجل هنا استلم فضة اتحط هينزل الراجل زريدة هينزل من نور هينزل تحت يستلم الغلطة بقى تبقى فين بعد ما ديانج وتاو كانوا بيتغطع الاحيط اليمين هيروح ضمين كلهم الجوة الملعب هنا كان ملتزموش باللي طالوا مرس الكولر ان كل اللعيب عنده بربع بيشتغل فيه وده اللي بيحصل في التمرين بالمناسبة ده اللي بيحصل في التمرين علشان خلفوا تعليمات مرس الكولر الاهلي حصلت عليه راكلة الجزاء كمل هبان في بعد دي بفريمين كمل تاني بص هنا التجميع ابتدى حمدي ضغط من اخر كمل واحدة كمان بص اللعبات كلها بص بص يا كريم عندك كلت الملعب بالطول ناحية اليمين فاضي تماما هاني عامل دروض بصح مية في المية انه داخل قافل جوه انسايد بيعمل التخطية العكسية ياسر منعم نازل تحت مع حمزة خابة عشان عشان ما يخليوش يستلم معلول واقف تحت بص بق حسين مروان ديانج حمدي لاربعة في مربع عشرة متر سايبين الناحية الشمال فاضية تماما فاللعبات سحبت مالتزموش بالاماكن اتسحبوا كلهم تحت الكورة ركزوا على الكورة مركزوش على الاماكن زي اللي حصل في باقي المباراة فلما تسحبوا الفرقة كلها ناحية الشمال وفي وسط الملعب كمل الفريم اللي بعده هتلاقي فيه 40 متر فاضية فين بقى ابتالت لما لعبت الاهلي ترجع وياسر روح يستلم من محمد هاني ومحمد هاني يطلع اتعامل على هاني داب لاب وقع كمل الفريم اللي بعده كمل تاني كمان الراجل بص هنا وقف ارجع تاني معلش ارجع الفريم اللي بعده بص كريم هنا هاني مش عارف لا يروح للرجل اللي معاك كورة لانه معمول عليه داب لاب معمول عليه اتنين على واحد مش عارف يطلع للرجل دا ولا يروح يكمل لانه اللعب ديانج راح متأخر لانه كان في وسط الملعب وعمل الترحيل غلط واللعب كله عمل الترحيل غلط كمل تاني كمل تاني كمان واحدة بص هنا ديانج راح امتى راح في الاخر خالص الطبيعي ديانج كمل فريم اللي بعده ما كانش يحط رجله مع الراجل بالشكل دا لانه مقفول عليه الراجل ما عنده زاوي التصويب ولا عنده اي حاجة ممكن يعملها اقصى حاجة هيرجع يحطها لللعب اللي بيشاور له بقديه رقم عشر الزرهوني اقصى حاجة يحطها لبرا اللي رايح معاه حمدي فتحي فانت استعجلت واتهورت وحطت رجلك واللعب حاجز برجله الشمال عليك ما تعملش كده خليك مكمل معاه بحيث لما يجي يصوب الراجل ما كانش هيصوب الراجل لسه كان بيحجز على الكورة حطت رجلك معاه ارتكبت ضرب الجزاء هنا راكلت الجزاء مش بس نتيجة غلطة ديانج لا هي نتيجة غلطة المجموعة في تطبيق السيستم من الغلطات النادرة اللي حصلت النهاردة في مباراة الرجاء ان الترحيل ما كانش صحيح الكمباكت جيمو السيستم ما كانش كما ينبغي الاهل في دل 44 دقيقة عاملوا بشكل لموزج غلطة واحدة في التصويب